مريول الجمعية مخطة بيه نحكي شوي على المشهد الرياضي في تونس شكالك في الأحد الرياضي في نسخة زميلك اللي كان في كوينسبول معز بولحي تحسن مقارنة بالموسم الماضي ما لا شك فيه ما نحيت شنو؟ شكلا تحسن تحسن برشة شكلا معنى حتى الضو الضو المقدم حتى التقارير بعض بعض التقارير فما اللي تحسنت ولو أنه أنا ضد التخلي نهائيا على التقارير اللي كانت قبل مك تعرف احنا نستلجيك توكي تنحيلهم وتبدللهم يجي يقول لك نحب نرجع نسمع مثلا حمودة بن سليم بطريق التعليق وعلى المباريات اللي تحبوا لتكره السيناتورة متاع لحد الرياضي أنا اللي نعيبه على حد الرياضي أولا طول الحصة ثلاثة ساعات تحكي على رابطة المحترفة الأولى بالنسبة لي أنا طويلة برشة خاصة في ليلة تحد نهر ثنين الناس تصبح تخدم أنا في اعتباري أنا لحد الرياضي لابد انه يرجع لحد الرياضي متاع بكري لابد انه يرجع يغطي فوتبول ويغطي كورت يده وتسلح عملوا حصة أخرى على الرياضات لك ولو ولو ما لما عادش لحد الرياضي لحد الكورة ويرجعوه لحد الكورة بصمة البيين فين فين حسيتها كان حسيتها بطبيع والله ما نكذبش عليك بصمة البيين بتتر نحسها كي نشوف معز فقط معنا على الشاشة لانو خلينا تفهموا معز ما يختلفش اثنين انو مذيع باهي وعندو تجربة ثارية وكبيرة ما المشكلة متاع الحد الرياضي ماش مقتصر على مقدم البرنامج يعني البرودكشن كاملة الاعداد والتصور متاع الحد الرياضي يزمو يكون هو اللي اللي يتماشى مع البروفيل متاع المقدم انا راها مجازين لازم اتقعد مجازين دا فورماسيون سبورتيف هدية متاع بشوالي ثلاثة واربعة يحلوا في ماتشكورة وموفيولة تذكرش التجربة اللي عملها مهديكت وخالد حسني في التاسعة انا بالنسبة لي انا هذك احسن فورما متاع حدرياض تك تكفيسة خاطر انا نهارت لحد قتلك وفهم مباريات اخرى وفهم عبيت تتفرش في مباريات اوروبية وتلقى هاتزابي اعطيني اخوي الانفورماشيون سبورتيف ونهارت اثنين ولا ثلاثة ولا الاربع اعمل ديبام متاعك فورما واحد اخر مختلف المشكلة لحد رياضي ضيع خطوته هابش قولك بالرسمي ضيع خطوته وجاي تبع في خطوت الاخرين هو وقتيش تغير وصار بالشكل الحالي اوه صار له سنوات معا بداية تجربة بالمكشوف في حنا بعد ولا لحد رياضي حب يقرب من بالمكشوف لحد رياضي حد رياضي وبالمكشوف بالمكشوف برنامج حواري حواري وبرنامج اخباري رياضي يزمو يقعد برنامج اخباري رياضي اي في 2019 والله مكتبش المكتوب اسلام توصلنا وقته حتى مع نيس الميجري نحاييه ونسلم عليه وكنت حتى في الكلام الي حكينا فيه كنت حكيت على حد رياضي في السيغة هذية وكان هو بيدو قال لي مالا نعمل حسه اخرى نهار ثلاثة ولا نهار ثلاثة اربع حوارية قط له نمشيو فيها وكل بعد ااااااا مكتبش المكتوب لا لا مش فلوس والله لا لا محكيناش اصلا موصلنش نحكيو في الفلوس ما هوين دقت الخليف كانت هني قلت لك هو مثلا هم يحبوا المجموعة الموجودة ما يجيش عليهم عبد الدخيل من برة وانا في تصوري انا مثلا مش جي مقدم من خارج الكور من خارج جسد التلفزة الوطنية من حقي كمقدم يكون معايا مثلا منتج ولا معد للبرنامج يكون معايا يقسمني نفس الافكار في النهاية لانه المقدم مقدم البرنامج هو مساعد للمعد انا ضد انه يكون الاعداد وتقديم لانه حتى واحد تيري جيلردي مكنش يعمل عليمه اعداد وتقديم المعد معد يلزمو بروفيل معين يلزمو باكراوند معين يلزمو سنوات خبرة معينة والمقدم ينجم يكون عمره 29 سنوات متميزة على المستوى التقديم لكن على المستوى المحتوى مهوش مهوش صانع محتوى ما عندوش فكر ما عندوش تجربة ثارية تخولوا بش يكون معد لبرنامج في حجم الحد الرياضي برنامج تلس عصبور شنو رايك والله ما نتفرش فيه نتفرش ساعات في دي سيكونس بتاع سيمير السليمي خطر تجمعني بيها علاقة اخوه مس صليق خش نترج منك شكون سيمير لا نتفرش في الي باساس ساعات متاع لأ كان سيمير تتفرش فيه جرارمون ليجيوا قدامي وساعات اه ما نكذبش عليك خلطت مثلا تقريب اسبوعين ثلاثة التالي عملو دباء متاع الهوند في الاخر وشوفت مرة متاع التالي فون متاع عبد السليم اليونسي هذك ليقعد دون عليش ما تفرش فيه أكثر من ساعة. ما يكذبش عليك. أنا مثلا تو في الحلقة هذيك متاع عبد السلام اليونسي. درج و ما نجبش كم نتفرج. خاطر بالنسبة لي أنا هاتف. في التلفزة. في التلفزة. ما يزموش يتجاوز وقيقتين ثلاثة دقايق. ساعة واربوع بش تقول لي أنتي بيش لعبية تتفرج بيك. حاجة أخرى ما نحكي توكة ما نتوج إعلامي. نحكي مهنيا. ما نيش نحكي أي تقنيا. ما هوش مقبول. وزيد في النخر في النهاية المستضيف اللي جبت وانتي في الهاتف ما عطاك حد شي. ما خرجت بنو بحد شي. بالعكس شفت هجمة على الرئيس آآ نادي الافريقي السابق. آآ آآ وحتى الأسألة اللي لازمها تتطرح ما تطرحتش. لأنه وقته كان الموضوع على مدى قانونية القرار اللي اتخذته الجامعة من عدمه. المفروض كان فما يكون مخول ويحكي في القوانين ويوضح زاوية الرؤية المقابلة. قعدنا في زاوية ضيقة شادينا الرئيس السابق وقعدنا نحاول بيط طريقة. ما يش الدكشو البرنامج. الحقيقة ليه ما نكذبش عليه. مقدم برنامج عادل بوهلية. فرشت شوية في البريود الكان. في البريود الكان وقد عاملوا لزيميسيون كل يوم ماش خايبة به. مقدم البرنامج عادل بوهلية. شنو لا يكفيه؟ ولا هنقول لك ما نتفرش برشة. ما نتفرش بالجدير. ما عادل تبركالله تو سنين عنده خبرة كبيرة في البرامج الرياضية من حنباعل التاسع. عنده اسلوبه اللي قد تروق للبعض وقد لا تعجب البعض الاخر. اشتركوا في القناة